فيه حاجتين كمان هتكلم فيهم دور الرضيف وده مهم جدا النهاردة يتعمل حاجة من الاتنين يام تحط قانون ان انت او شرط ان لازم ست لعيبة سعوديني لعبوا في الملعب او تشتغل بدور الرضيف لان نقطة مهمة جدا لعيب طول ما هو ما بلعبش في الملعب حتى لو بتمرم مع لعيبة كويسة ومحترفين ومدرب أجنبي التدريب حاجة ولماتش حاجة تانية النهاردة ما ينفعش النهاردة مثلا اللعيبة موجودة في الملعب السعودية بيلعبوش أساسيين في انداء بتاعته ده زي من النهاردة يا اما حط شرط اللعيب السعودي يبقى ستة موجودين حتى لو انت ما المحترفين ما فيش مشكلة بس ستة أساسيين من اللعيبة السعودية عشان اطورهم في الماتشاط وريتم الماتشاط والشغل مع اللعيبة الأجانب والكلام ده كله مع مداري أجانب يا اما اشتغل بدور الرضيف دور رضيف ده لو انت ما بتلعبش لعيبة السعودية في الأساسيين في الدورة الممتاز أو الدرجة اللي هو الفوق. ينزل يلعب في دور الرضيف. هيلاقي لعبة نفسها برضو أقوية وبيعبوا في منتخبات موجودين في دور الرضيف.